صدق الله العظيم سيدي يا رسول الله والله ما أزدى العقول وأفتنى إلا جمال محمد لما ذنى قمر إذا كشف اللسان رأيته أبهى من البدر المنير وعيسنى شبهته بالبدر قال ظلمتني يا واصفي والله ظلما بين صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله أيها أخوة المؤمنون في ليلة كريمة طيبة مباركة نكرم أمنا الغالية والدة فضيلة الشيخ محمد أحمد الصيار وإخوته الكرام أيها الأخوة المؤمنون نعيش وإياكم مع كلمة العزاء هذه الكلمة عن مدرية أوقاف البحيرة نستمع إليها من فضيلة الشيخ السيد غزلان فليتفضل مشكورها وعبد فاثاب وشقر وجعر مصر الذين كفروا إلى سقر والذين اتقوا ربهم في جنات ونحر فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عدى عليه الله فسيؤتيه أجرم عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الباقي وكل من عليها فان وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيدي أبا القاسم يا رسول الله والله لو اجتمع العباقر كلهم في وصف أحمد لم تغرفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية يظل يقتب ما كفى والله لو كيل النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى يقفه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجنين تشرفى يقفه أن البدر يخسف نوره ولكن نور الحميه محمد لن يخسفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد بداية نقدم خالص العزاء للشيخ محمد الصياد وأخوته وأهل بلدته باسم علماء ومدرية أوقاف البحيرة ونشكر أهل القرآن نقول له اقتبتم وقالوا من شاكم وتبواتم من الجنة منزلا وهذا هو حال الدنيا فالموت هو نهاية المطاف الدنيوي وحكم الله سبحانه وتعالى في خلقه بعد انتهاء أجالهم يقول سبحانه لكل أجل كتاب والله عز وجل سماه مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت ولأنه انتقال من دار إلى دار ومن حال إلى حال أين الآباء والأجداد نزول كما زال آباؤنا ويبقى الزمان على ما ترى نهار يمر وليل يقر ونجم يغور ونجم يرى سيصر المرو يوما جسدا ما فيه روح بين عين كل حي عالم الموت ينوح نحلى نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتنا ولن عمر ما عمر نوح مهما عاش الإنسان فهو إلى زوان وفناد ولكن دا الواجب علينا ونحن مقبلين على شحر مبارك وهذه مشرى طيبة لهذه الأم الغالية أنها ماتت في أشهر الله الحرم وليلة شعبان المبارك سمي بذلك لأنه يتشعب فيه الخير الكثير من البرقات والنفحات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في فضله شعبان جنة غير قاية من النار فما علينا إلا أن نغتنم هذه الأيام الطيبة بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بآلائه ونعمائه وحمده وشكره وأن نصبر على قضائه وأن نفوض الأمر إلى صاحب الأمر وهو الله الناس للناس ما دم الوفاء بهم والعسل واليسل ووقات وساعات وأقرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجاته لا تقطعن عادة الإحسان إلى أحد ما دمت تقدر فالأيام طاراته يوم لك ويوم عليك وأقرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجاته لا تقطعن عادة لأحسان إلى أحد ما دمت تقدر فالأيام طاراته واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته قد مات قوم قد مات قوم وما مات فضائلهم لكوهن الطيبة وأعمالهم الصالحة مخلدة في قلوبنا حتى الآن دقات قلب المرء قائدة له إن الحياة دقائق وثوان فأعمل لنفسك قبل ذكر موتها فالذكر الإنسان عبء ثاني قد مات قوم وما مات فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أمواته عندئذ حينما يفعل الإنسان الخير سيرى الجزاء من عند ربه سبحانه وتعالى لئن شقرتم لأزيد النقم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولكولي صلى الله عليه وسلم أربعا من اغطي لهن فقد اغطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة مؤمنة صالحة ولله ضر القائد إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم فهنيئا لهذه الأم الغالية بأولادها الذين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى والذين هم أهل الله وخاصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يشفع لأهل بيته فهنيئا لها وحق هذه الليلة المباركة يا رب العالمين ادخلها فسيح جنات ورحمها برحمتك الواسعة يا رب العالمين اللهم احشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصابحين وحسن أولئك رفيقات واحفظ يا ربنا بصرنا الحبيبة من كل مقروه وسوء ورفعنا البلاء والعلا وسائل الأمرات يا رب العالمين انه ولي ذلك والقادو عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة